وبنكلم على صناعة السيارات الكهربية وتحديداً كانت كلامنا مع سيادة اللواء برحبها لك مرة تانية أهلاً يا فهلاً وبنكلم عن فكرة صناعة السيارات وتأثيرها على الاقتصاد وتحفيز الاستثمار تفضل يا فهلاً تمام احنا بنقول أن صناعة السيارات صناعة سراتيجية لاست فقط في قضاء الأعمال وإنجاز التجارة الداخلية والقيام بالحياة العامة داخل مصر ولكن هي أيضاً صناعة سراتيجية لأن تصنيع السيارة هو أيضاً استخدام للسيارات العسكرية ولما بنقول أن احنا بنمتلك مزارع للقمح بتكفيز سهلاكنا الداخلية يعني معنا كده أنه ممكن نكون في الأزمات أو في وقت الحروب الدول بتحاول يكون عندها اكتفاق ذاتي من السلع السراتيجية فإذا اعتبرنا نفس المثال بالنسبة للسيارة أن أنت بتنتج سيارتك في الداخل فمعنى كده أن أنت بيبع عندك قدرة على إنتاج السيارات اللازمة للاستخدام المدني أو لاستخدام العسكري صناعة السيارات أولاً بتحد من نزيف العملة الصعبة التي تستخدم فيه الاستيراد السيارات من الخارج صناعة السيارات صناعة كسيفة العملة كسيفة العملة معناها أنها بتشغل صناعة السيارات في نفس الوقت بتقدم إلى خزينة الدولة المليارات من حصيلة الجمارك والضرائب والرسوم القائم عليها قطاعات السيارات سواء صناعة السيارات أو تجارة السيارات فهي أحد الموارد الهامة جداً لخزينة الدولة لدعم الاقتصاد الضلوات إحنا لنا سابقة في تصناعة السيارات مصر كمصر كان عندنا شركة النصر للسيارات مين قال إن احنا حالياً بنصنع سيارات أصد إن احنا بتهم في الموضوع من زمان يعني لو حضرتك عايز تتكلم عن تاريخ صناعة السيارات أو تسلسلها في مصر لا هو بس الفكرة إن احنا الموضوع مش جديد على مصر إن هي تبدأ في تصناعة السيارات إحنا موجود عندنا أصلاً الموضوع إحنا موجود حالياً سيارات في مصر